وأهمية ليلة النصف تكمن في أنها ليلة المغفرة لكل الأرض ورب العزة يحب أن يغفر يريد الله لبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يتوب عليكم والله عليهم الحكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعونها الشهواتي أن تمينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فرب العزة يحب أن يغفر لي خلقا أما الذي بينه وبين الإنسان شحناء فإنه يخاطر بضياع المغفرة في هذه الليلة قال الله وليعفو ليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم تريد أن يغفر الله لك وأنت لا تغفر لخلقه أليست لك جرائم كما لهم عليك جرائم هذا هو منطق ليلة النصف من شعبين اغفر يغفر لك أغفو يعفى عنك والمشاحن شحناءه ومنع شحنائه وحرمة شحنائه وخطر شحنائه يكمن فيه أن الشحناء تتطور إلى قتل تتطور إلى الظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح اللهم إنا نعوذ بك من الشح قال الله عز وجل عن الزوجين وهما يصطلحان وحضرت الأنفس الشح في وقت الصلح الكل يريد كرمتي تعتذر ليش ليه هي تقول ما وجهي ما وجهي كيف أحمي وجهي يا واكستي أمام الناس في لحظة الصلح الصلح الله الآن ينظر إليكم ومن يوقى شحنفسه فأوليك هم المفلحون قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح الشح غير البخل كما رأيت الشح متعلق بالأمور المعنوية بالعاطفية إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم والشح حملهم على البخل فبخلوا وحملهم على القطيعة فقطعوا وحملهم على الفجور ففجروا إيه بقى الشح ده اللي بيخلي الإنسان مش عارف يسامح ولا يصفح إيه الشح ده الشح هو الطمع الجشع الأنانية الرغبة الشح هو الخوف إن حدي يبقى أحسن مني الخوف إن أنا أفتئر فيهبش في مال الناس الخوف من الفضيحة فيفضح هو الناس فالإنسان يبتغي عفو الله عز وجل فيفهم أن هذه الدنيا وهذه الأطمع التي بداخلي ستهلكني ستهلكني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زئباني جائعان أرسلها في غنم شفت خيل الزئبين سبناهم في حظيرة غنم هيعملوا إيه عمر الزئب الزئب ده لو أكل شات واحدة قبل ما يخلص هيكون شبع وقعد هيعمل في نفسه إيه لكن هو يعمل إيه ليدخل الحظيرة يهبش ديه يهبش ديه يهبش ديه يهبش ديه يهبش ويدمروا الحظيرة وهم الاثنين الزئبين دول لو كانوا قعدوا على شا واحدة على ضقن واحدة كانوا خلصوا عليه قبل ما تخلص كانوا هم الاثنين هيشبعوا ويعودوا لا الزئبين بيعملوا إيه بيعودوا يهبشوا وكذلك الطمع ما زئباني جائعان أرسلها في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه حرص المال حرص الرجل على المال وعلى الشرف الأبهة والمنظرة والمنزلة والوجاهة والحرص على الفلوس اللي هو الطمع اللي اتنين دول بيفسدوا دين الإنسان أكتر من الزئبين الجائعين اللي أرسلوا في غنم إياك والطمع شفت بقى إيه هو الشح مش البخل ده الشح يجيب بخل حملهم على البخل فبخلوا وحملهم على القطيعة فقطعوا طمع يخلي الإنسان هنا عليه الرحم يقطعوا لا مش أخويا ولا أعرفوا لا مش أخواتي وحملهم على الفجور ففجروا يعني علشان قطر الفلوس تتعرع وتبيع فيديوهات عشان قطر الفلوس يمدي إيدو للربا اللهم قينا سرع المال عشان قطر الفلوس يشغلوا عشان قطر الفلوس